لإزالة أي عوائق وتقريب المسافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة سيجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع نظيره تساحي هانغ بي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمار في واشنطن حراك ديبلوماسي يهدف لتخفيف حدة الخلافات بين البلدين في ضوء اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن بحجب الشحنات الأسلحة والذخائر عن إسرائيل على الرغم من تأكيد نتنياهو سابقا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن واشنطن تعمل على إزالة القيود المفروضة على شحنات الأسلحة لكن بلينكن بعد ذلك أكد أن واشنطن لا تزال تراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهذا ربما ما دفع نتنياهو إلى شن هجومه على البيت الأبيض بشأن الأسلحة ومع شدة هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حيال غزة لا يرى مسؤولون أمريكيون طريقا واضحا لإنهاء الحرب في القطاع مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار خاصة أن حماسة وإسرائيل لم تبدي أي علامات على التوصل إلى اتفاق ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هذه الضبابية تثير قلق بايدا من أن القتال سيستمر لأشهر طويلة وصولا إلى موعد الانتخابات الأمريكية وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية موقف نتنياهو من لوم إدارة بايدن بشأن شحنات الأسلحة واصفا ذلك بالجنون السياسي من قبل نتنياهو واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن بايدن يساعد إسرائيل على نطاق واسع شكرا لكم